هذا وبصف الرئيس الجزائري ما يعيشه سكان قطع غزة بوصمة عار في تاريخ الإنسانية أمام عجز المجتمع الدولي عن التعامل بكل عدالة مع القضية الفلسطينية وأعلن الرئيس تبون عن قرار الجزائري صب الشاطر الثاني من مساهمتها المالية لدولة فلسطين بعنوان السنة الجارية بصفة مسبقة كخطوة للتخفيف من معاناة الفلسطينيين في هذا الظرف العصيب من منطلق المسؤولية يسعدني أن أقتنم هذه السانحة لأعلن عن قرار الجزائر بدفع بصفة مسبقة للشاطر الثاني من مساهمتها المالية في ميزانية السلطة الفلسطينية بعنوان السنة الجارية